مخيمر أحد عضاء اللجانة الشعبية في المخيم شعفات سيد مخيمر يوسف مخيمر عفوا كيف هي الأوضاع في داخل المخيم كما ترون هذا موقف بتجسد كل عائلات وتنظيمات وعشائر مخيم شعفات وقواها الاجتماعية ضد هذا الإغلاق اللا إنساني المفروض على مخيم شعفات من حق الناس أن يتتم الحركة بهدوء من وإلى المخيم من تدخل شاحنات النفايات الممنوعة من الدخول شاحنات المؤن شاحنات الحليب للأطفال من حق أولادنا أن يذهبوا إلى المدارس وأن يمارسوا كل حقوقهم بما في ذلك حق الصلاة في المسجد الأقصى المبارك دون وجود هذا الحصار أصلا دون وجود هذا الحاجز الذي لا نريده هذا الجدار الذي لا نريده هذا الجدار كل الدنيا قالت أنه جدار عنصري ويجب إزالته محكمة لهاي اللي يتمثل كل دول الدنيا يوسف أريد أن أسأل عن الخطوات ستتخذوها إذا ما استمر الحصار على المخيم هذه الخطوات كل المحترمين في المخيم كل أجويدي المخيم كل الأطفال والنساء كلهم ملتزمين اليوم 120 ألف واحد أعطيني واحد في المخيم ليلتزم في الإضراب المقرأة ملتزمة في الإضراب في بيتها مودة شولادها على المدارس الطفل حفيدي قيصر ملتزم كاعد في بيته اليوم مقرأة روضة كل واحد المشايخ لكل الناس ملتزمين في هذا الإضراب المحترم لهذا المخيم المحترم انظر بوجه كل واحد فيهم وجهه محترم وجهه بنم عن الانتماء للمسجد الأقصى لفلسطين دون أي تسييس دون أي تحذب طيب نشوف أنه في حالات خاصة هل الجيش بتعامل مع هذه الحالات بيدخلها بيطلحها؟ الجيش بنسبة له هالكيت جاهز يوزع ملبس بس تعالوا اطلعوا على الحاجز وإحنا نصح نطلع على الحاجز لو وزوا علينا ملبس كرامتنا أهم من الحاجز والله كرامتي بكل مصاري الدنيا كرامتي بكل العمارات كرامتي بكل فلوس ما واحد جاهز يطلع على الحاجز يقعدوا يسيبوا عليه ويشتموا يضربوا يعتدوا عليه وهذا الموقف اللي بمثله هذا الشبل في المخيم وكل واحد بمثله وإحنا لسنا أقل جرأة من إخوانا في جنين والإخوانا في نابل فهم أنه في حال التنكيل إذا ما أي شخص اقترب من الحاجز؟ كل واحد بيطلع عن الحاجز بيقوموا بالتنكيل فيه هذا كان خلال يومين اعتدوا على الشباب رشوهم غاز قاموا بتعريتهم من ملابسهم اللي بيطلع بالسيارة بيطلعوا له مخالفة بألف شكل وبألف وخمسمائة شكل وبخمسمائة شكل ونقاط وصحب سيارة وتنزيل عن الشارع إحنا مش جاهزين ندخل في هذا البند لأنه أصلا إحنا ضد وجود هذا الحاجز كل هذا الحاجز هذا غير قانوني يا عمي بعيد عن كل الفصائل المخيم اجتمع يوم أمس وأقر سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية وهذا طبعا يسجل لهذا المخيم بأنه قام بهذا الإجراء هل من خطوات أخرى فعليا مسيرات ستنظمونها عند ساعات المساء عند ساعات النهار بتعرف ليش أنا بحب مخيم شعفاط لأن هذا المخيم بيتخذ موقف كل الدنيا بتوقف مع هذا الموقف لما نأزه أصغر واحد لو أربع في مخيم شعفاط اجتمعه في اللجنة الشعبية ووفاء مكان وتأخذوا قرار كل أهلا المخيم بوقف معهم هذا مخيم بكتلة واحدة هذا مخيم دم واحد لحم واحد موقف واحد مسجد أقصى واحد شكرا لك سيد يوسف خيمر أحد رجال المقاومة الشعبية لكن أتحدث هنا مع هذا المواطن أيضا مواطن آخر من داخل مخيم شعفاط خمسة أيام استمر الحصار كيف تشوف؟ شو اللي بسي رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين هذا المخيم زي ما قال أخونا أبو فارس هذا المخيم يعني دائما على كلمة رجل واحد اللي زي ما قال أخو يا أبو فارس الأربع أشخاص اجتمعوا بيجتمعوا كل مخيم شعفاط بيجتمع نحن واقفين هون من أجل أنه نثبت للإسرائيليين لهذا الاحتلال الغاشم أن مخيم شعفاط على قلب رجل واحد ولن نقبل إلا بفتح هذا الجدار فتح هذا الحاجز وهدم هذا الجدار لأننا مقدسيين ويجب عليهم أن يعرفوا أننا مقدسيين ونحن بالنسبة إلنا في مخيم شعفاط صامدين مرابطين حتى التحرير والعودة طيب نتحدث عن وضع صعب وضع إنساني صعب أيضا داخل وضع إنساني صعب أكثر من ثلاث آلاف مريض يعني أمراض مزمنة من السرطان والرئة والقلب يموتون على الفراش لأنه اليوم ما فيه ولا أي إنسان ولا أمبرح ولا أول إمبرح خرج إلى مستشفى معاقين أكثر من حوالي فيه جرحة فيه جرحة وفيه معاقين فيه مخيم شعفاط أيضا وغسير كلا فيه مخيم شعفاط لن يستطيعوا الخروج كل الناس هذه موجودة في بيوتها تنتظر الموت على فراشها المرضى هاي واليوم فيه جنازة توفت هالكتة امرأة حجة فاضلة مربية أجيال هذه كمان لن يسمح الاحتلال وأنه يمرقون على الأقصى نصلي عليها ويجد الاحتلال مننا الاحتلال إلى زوال ويجب أن يظهر الاحتلال ويجب أن يهدم هذا الجدار الفصل العنصري وأن يفتح هذا المعبر طب أنا قبل شوي سمعت أحد الأشخاص كان يتحدث أنه عنده فرح خلال الأيام القادمة يعني فيه نحن نحكي عن حالات نفرح لا منفرح في المخيم ومنسوه منفتع بيت أجر ومنجوز بس إحنا وقفين وصمضين هون على باب المخيم حتى نأخذ كل طلباتنا من دون حاجز نحن نتبع لمدينة القدس العربية المحتلة منذ سنة العام 1967 إذا ما بدهم مش يشيروا هذا الحاجز يعطونا كيف إحنا نمرك من هذا الحاجز بكرامة لن نمر هذا زي موقف البوابات يا إخوان لما نحطوا البوابات إلكترونية على الأقصى كنا إحنا مش راح نصلي في الأقصى رغم حبنا إله لأنه لن نمر على الأقصى من خلال هذه البوابات ولن نمر على القدس من خلال هذا الحاجز حتى يفهم المجاهد العربي فعليا الأمور هنا ويستطيع استيعابها أكثر في كل منطقة هناك حاجز يؤدي إلى مدينة القدس هذا الحاجز الموجود هنا يعني يحتجز فعليا 150 ألف مواطن فلسطيني إن كان من سكان عناتهم إن كان من سكان مقيم شعفات إلى أي مدى هذه الإجراءات التي فرضت منذ الانتفاضة الثانية عاقت وقطعت أوصال الضفة الغربية والقدس المحتلة نعم أنا أريد أن أقول أن هناك 270 حاجز عسكري تم وضعهم خلال الانتفاضة الثانية 270 منهم كانوا 26 حاجز على مدينة القدس بعضهم تم إغلاقهم بسواتر ترابية زي منطقة بيت إكسا وبقى كثير من المناطق ورأس خميس وهان اليوم بقي 16 حاجز يحيطوا في مدينة القدس 16 حاجز عسكري أهالينا بذوقوا الأمرين من خلال مرورهم عليه ويحرم أهالينا من الضفة الغربية من المرور إلى القدس عبره معظم هذه الحواجز وبالتالي إحنا قضيتنا بسيطة من حقنا الحركة من حرية الحركة حرية التعليم حرية الوصول حرية الوصول إلى المسجد الأقصى من دون حواجز وإلى المستشفيات شكرا لك مرة أخرى فعليا هنا فقط بإشارة بسيطة جدا هنا مسؤول التعليم في بخيم الشوفاط تعرفنا حالة؟ أنا اسمي شاهر علق بخيم الشوفاط سيد شاهر التعليم موقف منذ عدة أيام التعليم موقف من بداية هذا الأمر وإحنا ضد أنه يتوقف هذا التعليم لازم طلابنا يخذوا حقهم بالتعليم لكن أنا بدي أتطرق لموضوع تاني إحنا الجدار والحاجز خلقنا كثير سلبيات في المنطقة من يوم مش بس من بعد ما صار هذا الحدث اللي هو قبل أكم من يوم إحنا وجود الجدار والحاجز هون سبب لنا كثير مشاكل فيهم تفشي السلاح تفشي المخدرات تفشي المركبات الغير قانونية تفشي كل شيء اللي شارد من الإسرائيليين بمخيم الشوفاط واللي شارد من الفلسطينيين بمخيم الشوفاط واللي مدمي في بلدهم بمخيم الشوفاط واللي مطلوب منه مصاري في بلده كمان بمخيم الشوفاط فأصبح هذا مخيم الشوفاط حاضنة كل سلبيات الوطن فإحنا بنتمنى أنه يأخذ حقه هذا المكان كباكي مناطق القدس هذا محسوب على منطقة القدس محسوب على بلدية الاحتلال لازم يأخذ حقه كيف لازم كما هو العيسوية كما الطور كما رأس العمود إحنا بنتمنى أن الإسرائيليين يرجعوا شوي لورا ويعطونا حقنا في هاي المنطقة لأنه سابقا اجوا أعطوه هويات إدارة مدنية للمنطقة هاي فلما هنو عرفوا أن هاي المنطقة أو وجدوا هاي المنطقة تاب على بلدية الاحتلال بدلوا الهويات يا سيد إحنا محسوبين على الإسرائيليين هويتنا مقدسية إحنا حفاظا على القدس لازم ينقذ هويتنا المقدسية والرعونية كيف بدنا ويزيلوا هذا المحسوم ويزيلوا هذا الجدار عساس إحنا يعني إحنا نتعايش كيف لازم مع هذا الوضع جزيل الشب